بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس من دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي أعزائي المشاهدين ماذا تعرفون عن الدالة وعن المستوى الإحداثي ماذا تعرفون عن الأزواج المرتبة وهل تستطيعون أن تمثلون الدوال على المستوى الإحداثي هذا ما سنعرفه سويا في هذا الدرس فابقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تمثيل الدوال على المستوى الإحداثي هذا هو المستوى الإحداثي الذي ترونه أمامكم يحتوي على محور صينات ويحتوي على محور صادات محور أفقي للصينات يبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية ثم محور صادات يبدأ من الصفر كذلك إلى ما لا نهاية مثل النقطة عين كزوج مرتب مكوّم من ثلاثة محور صينات والخمسة محور صادات في المستوى الإحداثي كيف نستطيع أن نعد الأزواج المرتبة ونستنبطها من خلال المستوى الإحداثي محور الصينات نبدأ عد من نقطة البداية كصفر صفر نبدأ واحد اثنين ثلاثة نقطة الأصل هي صفر وصفر هو تقاطع المحورين السيني مع الصادات وكذلك نحرك من الصفر باتجاه اليمين كمحور للصينات وكذلك الصاد باتجاه الأعلى لمحور الصادات محور الصينات ثلاثة ثم نقف عند النقطة ثلاثة ونبدأ نعد للأعلى خمس خانات خمس وحدات ثلاثة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة نقف هنا عند النقطة الخامسة وبالتالي نستطيع أن نمثل الزوجة المرتبة النقطة عين ثلاثة وخمسة بهذه النقطة نأخذ مثلا آخر عزيزي المشاهد حينما يطلب منك نقطة لام بتمثيلها كزوج مرتب سبعة وستة سبعة خاصة بالمحور الصينات والستة خاصة بالمحور الصادات باستطاعتك أن تعد الوحدات من الصفر تبدأ الواحد ثم تقف عند السبعة ثم تبدأ صعودا بعدي ست وحدات للأعلى ثم نقف هنا وبالتالي هذه النقطة تسمى لام كذلك لو طلب منك أن تمثل النقطة صاد والتي مكونة من زوج مرتب خمسة وستة نستطيع أن نعد كوحدات الخمسة خاصة بالسينات والستة خاصة بمحور الصادات خمسة وحدات لليمين ثم للأعلى ستة وحدات إذن هذه هي النقطة صاد عزيزي المشاهد لو كان لدينا طالبة اسمها هنوف لديها قسيمة شرائية ولكن لديها حسم قيمتها ريالان بمعنى خصم ريالان على أي صنف تشتريه من المكتبة ثم هي شرت مجموعة من الأصناف الصنف الأول أربع ريال الصنف الثاني سعره ستة ريال والصنف الثالث سعره ثمان ريالات وأرادت أن تستخدم دالة في إيجاد هذه المسألة والدالة تقول جيم ناقص اثنان كيف نستطيع أن نوجد الدالة باستخدام القاعدة كي نمثلها على المستوى الإحداثي لنتشارك سويا جميعا في إكمال هذه المربعات وهذه الدوال بمعنى أن القاعدة نص على أنه جيم طرح اثنين ريالان قيمة الحسم الذي لديها ريالان وقيمة المشتريات أربعة وأخرى ستة وأخرى ثمانية نطبق الآن القاعدة نأتي بقيمة الجيم وهي أربعة نطرحها من اثنان ويبقى اثنان ثم نأخذ القيمة الأخرى ستة ونطرحها من القاعدة ويبقى لنا أربعة ثم الأخيرة ثمانية ريالات نطرح منها حسم الريالين يبقى لنا ستة وبذلك يكتمل جدول الدالة وتظهر لدينا أزواج مرتبة ولكن عزيزة الطالبة عزيزة الطالب كيف نستطيع نكون من خلال هذا الجدول أزواجا مرتبة طيب ما الهدف من تكوين الأزواج المرتبة نعم أحسنتم كي نستطيع أن نمثلها على المستوى الإحداثي لو تلاحظون القيمة أربعة ظهر معها اثنان وبالتالي القيمة ستة يظهر معها أربعة القيمة ثمانية يظهر معها ستة ويتكون لدينا ثلاثة أزواج مرتبة أربعة كزوج مرتب للسينات مع اثنين للصادات الزوجة المرتب ستة وأربعة والزوجة الأخير ثمانية وستة تستطيعون الآن أن تمثلوا هذه الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي أربعة واثنين ستة وأربعة والأخير ثمانية وستة هذه دالة استطعنا أن نوجد استخدام القاعدة ونحولها إلى أزواج مرتبة نأخذ مثالا آخر هذا المستوى الإحداثي لو أردنا أن يكون هناك كيسو حبوب وزنه اثنان كيلو جرامات استعمل قاعدة الدالة عزيزي الطالب عزيزي الطالبة هناك قاعدة اسمها اثنان حاء لإيجاد مجموعة الأوزان في عدد الأكياس صفر واحد واثنين وثلاث أسألكم جميعا ما هي العلاقة بين الرقم اثنين في قاعدة الدالة وبين الحاء أحسنتم إنها علاقة الضرب فنأخذ القيمة صفر نضربها في اثنين صفر واحد في اثنان يبقى اثنان وكذلك اثنان في اثنان اربعة وثلاثا في اثنان بستة قاعدة الدالة استطعنا أن نوجدها ونريد أن نكون أزواجا مرتبة لكي نمثلها على المستوى الاحداثي وبالتالي يكون لدينا الزوجة المرتب صفر وصفر الزوجة المرتب واحد واثنان الزوجة المرتب اثنان واربعة الزوجة المرتب ثلاثة وستة ثم الخطوة الأخيرة هي إيجاد هذه الأزواج على المستوى الإحداثي وبذلك ينتهي حل هذا السؤال الذي يتكلم عن إيجاد وزن 2 كيلو جرامات باستخدام قاعدة الدالة 2 ضرب ح نأخذ سؤالا آخر لو أردنا أن نحدد نقطة تقع على بعد ثلاثة وحدات فوق نقطة الأصل وخمسة وحدات إلى يمين نقطة الأصل فإن الزوج المرتب الذي يظهر لدينا أين يقع في التمثيل في المستوى الإحداثي لنتخيل ولنبدأ أن نحسب هذا السؤال يقول السؤال تقع ثلاثة وحدات للأعلى وكذلك خمسة وحدات إلى اليمين فبالتالي نبدأ من نقطة الأصل صفر وصفر لليمين محور الصينات ثم للأعلى ثلاثة وحدات ثم يظهر لدينا زوج مرتب جديد من خلال التمثيل على المستوى الإحداثي ألف ثلاثة وخمسة أو باء خمسة وثلاثة أو جيم صفر وخمسة ما هو جوابكم ألف أم باء أو جيم أحسنتم جميعا هو الفقرباء خمسة وثلاثة أهلا بكم أعزاء المشاهدي هناك عدة تساؤلات حول موضوعنا تمثيل الدوال يقول السؤال هل البرامج الخاصة بتحديد المواقع مثل جوجل ماب تعمل على نفسي فكرة تمثيل الدوال والجواب نعم تستخدم خطوط طول وعرض في تمثيلها للمواقع سؤال أخر يقول كيف يستطيع رجال المطافي تحديد المواقع الحرائق لا سمح الله حينما نتصل بهم نعم لديهم برامج خاصة قريبة من فكرة تمثيل الدوال في تحديد مواقع الحرائق لا قدر الله أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة